السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي 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 ساو مليا هالنهار ان شاء الله سنقدم واحد الحلقة على كيفاش نكثروا الحليب يعني فيما ماهينا نقدرون نديروها باش نكثروا الحليب في الأم لعد والبث أمي الألانب لعد والبث كما كتشوفوا معايا هذا هو واحد جوجي نتوات اما هاد هذه الجيهات قريبا غاديا نتوات سمو هي الطريقة اللي كنديرنا هي طريقة خاصة اللي كنديرها باش نكتروا الحليب للأمهات يعني يالله تكون ولدة الأرنابة سموها الأشياء اللي نقدروا نديرها باش نكتروا لها الحليب يعني فهدي كانها ضرب اليوم الأول والثاني والثالث لأن في ذاك المرحلة اللي كتكون الصغار في مرحلة خطار وخاصة هترضعهم يعني قصد الحليب يكون عندها في الحلامات ديالها بوفرة وقدش ما كان عندها الحليب في الحلامات ديالها بوفرة كت الصحة ديال الصغار كتكون مزيانة وتمني كيكبروا في واحد طريقة مزيانة وانتو ما كتحسوا بتطرفية جيالهم سهلة ما كتقد يعدبوكمش ما كخرش التفاوت في الأطوال كلهم كيحلوا عينهم في نفس الوقت مهم انتو ما غادي تلاحظو هاد القادية بالنسبة للأطعيمة اللي غا تعطيوهم والأطعيمة سهلة 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 كانوا يطدرواها جدودنا هاد هاد الطريقة هذي كانوا يطدرواها جدودنا ايه شحالم واحد يقول لا غادي ندير السيكالين ديال الحليب السيكالين ديال الحليب انا راني درت عليه الحلقات راه دار المشكل يعني شحالم اخترار اخترت على هذا الموضوع راه دار المشكل للناس انا واش هما بمدين فيه شي شي حاجة اللي ولتكت در الصغار المهم إحنا هذا المشي في موضوعنا موضوعنا ديال هاد النهار وهو اسمه أنديرو نف النهار الأول والثاني والثالث ولما لا تصيماً اللولة يعني أنتم شوعلهم بواحد نظام غذائي هي الطرق سهلة أول حاجة وهي معلقة ديال العسل وخطق عادي يعني ما كنكلفش على عبار الله وخطق عادي للعسل الرخيص رخيص الثمن شدوها وديروها لها مع الماء هذه الطريقة كانوا كيديروها جدودنا واحد يعني حنى جدة هي اللي كانت كتديرها الطريقة وكانت حكات لي كيفاش كتدير في الأيام الأولى باش تدير الحليب لأنثى دي الأنانب كتدير معي القادير العسل في قيمة ثاني حاجة لقامة لقامة اللي كاتشير عليكم ديال أعزائي أصروها واحد شوية ديروها في واحد طاصة وأعطيها تفاكل صحيحة والنخالة تطيع الأرخيص الثمن ديوا واحد شوية كديرو علىها شوية ديال الماء غي شوية ديال الماء اني مكتقاش ناشفة لحد مشي كتغرقوها بالماء ولكن غي تديروا واحد شوية ديال الماء في بديكم وكترونها هذيك النخالة وتعطيوها تاكل ف Fa Fatѻ الأخرى راني غير ملقيتهاش راني كتوعدت واحد صيدة أنا في الكومنتير أني نجيبها راني باقي ملقيتهاش سميتها تفاف تفاف هي للناس اللي كيعرفوا الحويج ديال الفلاحة راكين واحد النبتة كتكون تقريبا مشوكة مشي مشوكة بززاف ولكن ديالة بحل شكل ديال الشوك تكون متفرعة هذيك راحتها هي إذا كنتو لقيتوها ما نقول لكم ستموك تدير في الأذاني كتعطيهم واحد الحليب بغازارة قاعك تقول لي يعني الحالة مادية لك يدفقوا الحليب إذا هذو ثلاثة الحويج بساطين يعني العسل في الماء ثاني حاجة إنو خالة مرونة شوية ديال الماء من الأحسن يكون ذاك المدافي أحسن من الأحسن وثالث حاجة هالتيفاف تفافته هو مزيان مئة في المئة يعني الطرق بسيطة وليقامة إذا راحتوا هاد الإقامة والعسل كلهم فيهم الحلاوة هي الأرنابة في الأول سموك تكون باغية ألا كتكون باغية في حقيقة كتكون تحتاجة للحلاوة الحلاوة كتخليها كتعيد من حديك الطاقة ديالها كترجع لا دبتو العسل كتحسوا بها هي ماشي تشحم واحد كي يغلط وكيدير لي فيتامين لي فيتامين ما يصلحوش للأنثى اللي كتردع ما كديرش الحليب من الأحسن تديروها غير حلاوة أنا أقول لكم عسل أو لقامة لقامة هذه الأتيرة كتكون تهيئة حلوة لأن كتكون شرطة منها أتي لقامة تهيئة تعطيوها السادة عصروها شوية بين يديكم وعطيوها لها ونخالة تهيئة معروفة وهنا نبتايلها إلي لقيتها إن شاء الله راني غادي نجيبها ونوريها لكم سميتها اتفاف نبتادي الاتفاف تهيئة مزيانة الصراحة أنا جربتها مزيانة إما تعطيوها لها خضراء إما تعطيوها لها والأخضر تهيئة مزيان الألاني منك تكون يالله ولدت غدوا وقوهم شي شوية من الأخضر نبت أخضر شوية شوية تتكرموه واحد شوية وتعطيوه لهم ألا تهيئة مفيد ومفيد بزاف في دك الفترة إذن إلي عجبكم الفيديو شاركوا معنا تقوموا على الجرس كي يصيركم الجديد ساندونا بزر جام وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله